على أي حال التسعة صباحا وعدنا مع موجز لأهم الأنباء معاليدة تفضل يا لين شكرا جمانا التسعة بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد الشيخ الزايد النهيان جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لوزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد النهيان واثمن رئيس السيسي خلال اللقاء مواقف الإمارات الدعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية الإمارات أكد الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة أعلنت إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار من 19 عضوا وذلك بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار وجاء التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية بما يضمن التواصل إلى مخرجات إيجابية للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصري كما أشارت إدارة الحوار إلى أنه ستتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعيه الأول خلال أيام قليلة ثمن حزب حماية الوطن التشكيل الصادر بمجلس أمناء إدارة الحوار الوطني مشيرا إلى أن التشكيل جاء معبرا عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية بما يضمن التواصل إلى مخرجات إيجابية للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصري وأكد الحزب على أنه داعم رئيسي لكافة خطوات الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف إخراج حوار وطني نجح بمخرجات محددة تساهم في كافة الإصلاحات المنشودة التي أعلنت عنها القيادة السياسية ثمن حزب مصر أكتوبر الخطوات الفعالة التي تتخذها إدارة الحوار الوطني وآلنها عن تشكيل مجلس أمناء الحوار بعد إسناد مهمة اختيار مجلس الأمناء للمنصق العام وأوضح الحزب في بيان له أن التشكيل يعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية بما يضمن التواصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يقدم صالح المواطن المصري أبدى رئيس الوزراء البريطاني بواث جونسون حماسة كبيرة للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح إعادة إشراك بريطانيا بأوروبا بعد براكسيت وعلنت الرئاسة الفرنسية عقب لقاء جمع جونسون والرئيس إيمانوال ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا أن رئيس الفرنسي شعر بأن جونسون أبدأ حماسة كبيرة عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح إعادة إشراك بريطانيا ودول البلقان بأوروبا وأشار الإليزي إلى أن بواث جونسون يرغب في أن يكون هناك مساحة حيث يمكن فتح نقاش خارج الاتحاد الأوروبي اقتحمت القوات الروسية مدينة ليسيتشانسكا شرق أوكرانيا من خمس اتجاهات في وقت واحد وأضحت القوات الروسية أنه تم تضييق الخضاق على القوات الأوكرانية في المدينة مشيرة إلى أن هناك معارق ضارية داخل المدينة في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مصنع لإنتاج الصواريخ في كياب نافية معلومات أفدت أنها استهدفت منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية أعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ مستوى خارج وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات وقالت وزارة الطاقة الإكوادورية أن التخريب والاستلاء على الآبار وإغلاق الطرق أدى إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات وعفقا للوزارة قد بات إنتاج النفط عند مستوى خارج بعد قرابة أسبوعين من الاحتجاجات مع نصب حواجز وإغلاق طرق في 19 من أصل 24 مقاطعة في البلاد نهاية منجزة تسعى نعود الاستكمال باقي فقرات سبع الخير يا ماصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر